في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها رئيس السلطة العليا للإعلام والسمع البصري عبد الرحمن بركة مع مسؤولي الهيئة الوطنية للإعلام السمع البصري أونما الخاصة بتغطية حملات الانتخابات المقبلة فقد عقد هذه المرة أيضا هذا اللقاء الذي حضره مدير التلفزيون الوطني كادي سليمان جابو ممثلا للمدير العام للهيئة لقاء ركز على معرفة جاهزية الهيئة لتغطية الحملات الانتخابية للانتخابات التشريعية والولائية والبلدية بكافة الأراضي الوطنية لدى مداخلته أوضح مدير التلفزيون الوطني سليمان جابو أنهم جاهزون لتغطية الانتخابات المقبلة مبينا أن الهيئة قد وضعت التدابير اللازمة لضمان تغطية مختلف الأنشطة السياسية للانتخابات المقبلة وفيما يتعلق ببعض الصعوبات الحالية التي تواجهها عدد من المحطات الولائية كنقص في الاستوديوهات وعدم تغطية بثها الإزاعي في كل المقاطعات أكد جابو أن الإدارة الفنية بالهيئة وضعت كل هذه المشاكل في الحسبان لإيجاد الحلول المناسبة لها من أجل أن تعمل هذه المحطات بالشكل المطلوب هذا اللقاء سمح لبعض المستشارين وفني الهماة بتقديم أسئلة واستفسارات لمسؤولي الهيئة وفي الخطاء موجه رئيس السلطة العليا للإعلام والسمع البصري عبد الرحمن بركة مسؤولي الأنماة بضرورة تنفيذ توجهات لضمان التغطية الشاملة للعمليات الانتخابية المقبلة لقاء أكد للسلطة العليا للإعلام والسمع البصري جاهزية الأنماة لتغطية كل الأنشطة السياسية خلال أيام الحملة الانتخابية هم بذاتهم كالأمونا جاهم فكر وشالوا قرار أن يجوبوا آخرين صحفيين كاميرامان خاصين وإشان ليس أندوهم في التغطية وعنين ندسوا في المشاركة الرواجو الخاصة لم يكن هذا اللقاء هو الأخير للسلطة العليا للإعلام والسمع البصري بمسؤولية الهيئة الوطنية للإعلام والسمع البصري أونماة بل ستعقبه لقاءات أخرى يتم من خلالها توضيح كل ما يتعلق بالتغطية الإعلامية للانتخابات المقبلة من قبل الأونماة في ربوع البلاد كافة ترجمة نانسي قنقر